القرار الذي صدر اليوم عن محكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي وشرعية أو لا شرعية الاحتلال الإسرائيلي هو قرار تاريخي مهم جدا وينبني عليه الكثير الأهمية الجوهرية لهذا القرار هو أن كل قرارات الأولى المتحدة ومحكمة العدل الدولية السابقة فيما يتعلق بإسرائيل كانت تتناول أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يكن أي منها يتعلق بوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمعنى أن كل القرارات والقضايا السابقة كانت تناقش اليوميات التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين مثل القتل، الحواجز، حصار غزة، كل ما إلى ذلك الآن هذا القرار يناقش أصل وجود مجرد الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقول بشكل واضح بأن هذا الوجود هو غير قانوني وبأن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالسرعة الممكنة ويوجه طلب إلى الجمعية العامة لأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بأن يقوموا باتخاذ ما ينبغيه من إجراءات من أجل الوصول إلى هذه النتيجة وهي أن ينزح بالاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بأقصى سرعة ممكنة هذا القرار يعني أن الصيغة التي اعتاد للمجتمع الدولي ولسيما الدول الكبرى على استعمالها خلال الفترة الماضية بأن يتم الدعوة للوصول إلى حل الدولتين على أساس التفاوض لم تعد قائمة ولقيمة لها الآن الدول يجب أن تدعو إلى شيء واحد وهو الانسحاب الفوري لإسرائيل من أراضي الفلسطينية المحتلة وأن يتم استخدام هذا القرار من أجل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز المقاطعة وصولا إلى إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة